بعد المباراة كروش قال في المؤتمر الصحفي ان المباراة كانت صعبة جدا على المنتخبين زي ما توقعنا قبل اللقاء احنا في مرحلة او المرحلة النهائية من الصفيات وامر طبيعي ان تكون معقدة بهذا الشكل المباراة كانت منقسمة بين الفريقين بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وتحكمنا في اقاع اللقاء بعد ذلك حاولنا السيطرة على خطورة السينغير والحد من خطورتهم وكان ده او كان احنا تركيزنا الاجبر في المباراة سجلنا هدف في الشوت الاول وده وضعنا تحت ضغط الهجمات المتتالية من فريق السينغير وده امر طبيعي في المرحلة دي من التصفيات وقال ان تكاتف اللعبين ساعدنا كثيرا على المرور من ضغط السينغير بامان ونجحنا في ضغطهم مع نهاية المباراة وده بفضل اللعبين وتكاتفهم لدينا افضل المحاربين وفريق متحد اللعبون يستحقون التحية على هذه المباراة وسنركز الان على المباراة المقبلة هناك في دكارس هنذهب وكان النتيجة سفر سفر واذا قتلنا هنا بنسبة 100% علينا ان نقاتل هناك بضعف المجهود والارادة ويجب انه دافع وكأننا نمتلي 15 او 16 لعبا داخل الملعب او بصراحة انا بحترم كالوس كروش جدا جدا مدرب تكتكيا وفنيا زكي جدا تحديدا في الامور الدفاعية منتخب صامد تقول منتخب صامد هتقول لي ما احنا بيجي علينا كرات اه يعني بس يعني مش سيل كرات يعني بيجي لك هجمتين تلاتة يعني فيهم خطورة في المباراة وده رقم معقول جدا لما تلعب منتخب بقوة المنتخب السنغالي انت روحت كمان في الاخر مرموش ادى واحدة حلوة قوي في الاخر وتريزيجي برضو ادى واحدة ضعيفة شوية في الاخر كنت ممكن تخطف انت كمان هدف تاني تبتلعب مع منتخب قوي ما تستناش انه هيبقى مستسلم ده بيلعب هو كمان زيك بالزبط على بطاقة واحدة للمونديال يا انت يا هو فخلاص يعني مش هيسيب المباراة مش هيسيبها بسهولة يعني تستناش انه اي منتخب هيسيب حاجة زي كده بسهولة ابدا ما بالك انت منتخب زي المنتخب السنغالي وطبيعي كان يضغطك في بعض فترات المباراة حتى لو بعض فترات المباراة دي طالت شوية على مدار التسعين دي ولكن كنت صامد وراجل همتكلم على كل لاعب في منتخب مصر